فقامة الرئيس أورو كنياتا السيدة الأولى السادة الرؤصاء السيدات والسادة سلطات الجمهورية كينيا أيها الشعب الكيني الشقيق سيسترين برادر كينيا جئناكم من شمال غرب إفريقيا جئناكم من شمال غرب إفريقيا جئناكم لنشاطركم أحزانكم بعد فقدانكم لهذه القامة الإفريقية الكبيرة والعظيمة نحن لتظهر صليداريتي ومعاكم في هذه الوقت المساعدة بعد أن تتساعد من شخص جدا الرئيس عرب موي من خيلة أبناء هذه القارة الذين دافعوا عن حريتها عن كرامتها عن وحدتها عن أمنها عن استقرارها وعن تنميتها السؤال الربيعي رب موي مغلق مغلق وعاند مغلق وعنق وعنق مغلق وساهم باعتباره الرئيس الثاني للجمهورية في إرصاء التجربة الديمقراطية المتميزة التي عرفتها كينيا منذ استقلالها حتى اليوم. كما الثاني للجمهورية في كينيا، أراب موي تجربت لجمهورية ديمقراطية، وقد فعل كل شيء في حياته لتأخذ كينيا بين الناس. الرئيس الحالي أخذ بيد الجمهورية الكنية نحو مستقبل زاهر ديمقراطي وتنموي. نعتقد أنه مجدداً، ليس فقط لكينيا ولكن لأفريكا، ولكن لأفريكا أيضاً، نعتقد أنه مع هورو كينياتا، كينيا مستقبل جيداً. إذن كل الشعوب الإفريقية اليوم حزينة إلى جانبكم، فتعازين للعائلة، عائلة الفقيد الرئيس أراب موي، وللعائلة الكبيرة الكينية، ولفخامة الرئيس هورو كينياتا. أعطاننا اليوم سيأتي لكل كينيان وفريكا، ولكن لأفريكا وإنه مع هورو كينياتا. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً.